السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سأقدم لكم أهم الجمل الشائعة في اللغة الإسبانية والتي نستعملها بشكل روتيني في حياتنا اليومية إذن بدون أن أطيل عليكم لنبدأ الدرس الآن قبل ذلك لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة إن كنت لم تشترك بعد ولا تنسى كذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل درس جديد إذن إذا أردت أن تقول لندخل في صلب الموضوع يعني بدرجة يلا ندخلوا يعني نشان في الموضوع سوف تقول وإذا أردت أن تقول لدي شكوك يعني بدرجة راني شك في شي حاجة سوف تقول وإذا أردت أن تقول يجب أن تطوي الصفحة بمعنى أن تنسى ما فات وتبدأ يعني صفحة جديدة يعني بدرجة صافي خستك تنسى ذلك الشريفات توصفها يعني وتبدأ صفحة جديدة سوف تقول وإذا أردت أن تقول سأضرب عصفريني بحجر واحد يعني بدرجة المعنى ديال هو أنك كتدرجوك ديالحواج يعني بدقة وحدة هذا مثال يعني كندر بأنه كان في بزاف دياللغات وبزاف ديالتقافات إذن سوف تقول وإذا أردت أن تقول أحيانا تثير أعصابي يعني بدرجة بعد المرات كتعصبني سوف تقول وإذا أردت أن تقول لقد ارتكبت خطأا جسيما يعني بدرجة أردت أن تدرجت واحد الخطأ خيب بزاف مثلا منين شي صاحبك تقول لك شي سير وأنت كتخلي حتى تكون مع صحابه وكتجي وكتفشي ذك سير يعني كتقول ذك السير اللي قال لك صاحبك هنا سوف تقول هذه العبارة هي عبارة عامية يعني وعندها معنى مجازي وإذا أردت أن تقول لقد تركت كل شيء وبدأت من الصفر يعني بدرجة راني خليت كل شيء وبدأت من الصفر سوف تقول وإذا أردت أن تقول عليك أن تبذل مجهودا أكبر يعني الدرجة خصك تدير واحد شوية دي المجهود اكتر سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا تقلق الأمر ليس بهذه الأهمية يعني الدرجة ما تقلق يعني هذا الشهد رمشي زمه عندشه أهمية كبيرة يعني مشي مهم شئ عدي سوف تقول لا تتقلق لا تتقلق لا تتقلق لا تتقلق وإذا أردت أن تقول أنا آسف لست مهتم يعني بالدرجة اسمح لي يا راني يعني مشي مهتم بولاد شي ما كهمنيش سوف تقول وإذا أردت أن تقول كان رائعا يعني بالدرجة يعني كان شي حاجة زوينة وعلى بزاف يعني أي حاجة تقدر تدر عليها سوف تقول وإذا أردت أن تقول مهما كان الثمن أو كذلك مهما كلف الأمر يعني بالدرجة يعني يكون الثمن دياله اللي كان أو لا كذلك يعني هذا الأمر يعني كلفني يعني أي حاجة ما عنديش المشكل سوف تقول وإذا أردت أن تقول لا أستطيع تناول المزيد أنا ممتلئ يعني بالدرجة من قدرشنا كل كتار صفيرا نشبت سوف تقول no puedo comer más estoy lleno 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 وإذا أردت أن تقول ليس هذا من شأنك يعني بالدرجة هذا الشي ما ششغلك سوف تقول nois asunto tuyo 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 وإذا أردت أن تقول الآن نحن أفضل من أي وقت مضى يعني بالدرجة تقدر تقول دابا إحنا أحسن من شحال هذه أو لا أحسن من أي وقت داز سوف تقول ahora estamos mejor que nunca وإذا أردت أن تقول بقيت مندهشا يعني بدرجة يعني بقيت مندهش أولا بقيت غيحة الفمي سوف تقول وإذا أردت أن تقول أتخيل ذلك يعني بدرجة راني عارف شنو كين مثلا شي صاحبك تقول لك مثلا لباح ما عايت لكش في تليفون لأن كان عندي بزاف ميدار تقول له راني عارف شنو كين يعني راني متخيل ذكش سوف تقول وإذا أردت أن تقول هذا الأمر لا يشغل بالي كثيرا يعني بدرجة هذا الشيء يعني ما كنشغلش بالي بزاف أو لا ما كنفكرش فيه بزاف سوف تقول وإذا أردت أن تقول ليس لدي خيار آخر أو لم يتبقى لدي خيار آخر يعني ما بقاليش يعنيش اختيار واحد آخر سوف تقول وإذا أردت أن تقول فكر في الأمر جيدا قبل أن تفعل أي شيء يعني بدرجة فكر في الأمر جيدا قبل أن تفعل أي شيء سوف تقول وإذا أردت أن تقول كنت أعلم أنك ستكون هنا يعني بدرجة كنت أعرف بأنك ستكون هنا سوف تقول وإذا أردت أن تقول هذا يخيفني كثيرا يعني بدرجة هاد الشيء يخيفني بزاف سوف تقول وإذا أردت أن تقول أنا متعب جدا يعني بدرجة أنا أعين بزاف سوف تقول هذه العبارة هي عبارة عامية لكن يمكن أن نقولها بصيغة أخرى وهي إذن أصدقائي لقد وصلنا إلى آخر الدرس أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وكما العادة سوف أترك لكم جملة للممارسة والتمرن أكتب إجابتك في تعليق حتى أرى هل أجبت بشكل صحيح أم لا إذن الجملة هي إذن أصدقائي لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدرس إذن إلى درس آخر أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر